موسيقى 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 هايتك آلة سكانير نوفاليستي إكس تمكن من علاج تورم الدماغ دون إجراء عملية جراحية وهذه الماكينة الرائدة كشف عنها مركز كلاتر بريتش لعلاج السرطان في ليفربول وهي تستخدم نظاما يساعد على رصد وتدمير الخلايا السرطانية فقط دون غيرها موسيقى إنه علاج أفضل للمرضى ففي بعض الحالات يمكنهم العودة إلى المنزل في يوم ذاته ففي الماضي كان من الممكن القيام بذلك لكننا كنا نحتاج إلى إطارات معدنية تركز على جمجمة المريض لكن مع هذه الآلة يمكننا استخدام البلاستيك لتثبيتهم الأمر أقل سرامة سوبروكتر تعاني من مرض أسرة وهي تقضع لدورات علاجية وجسمها المتنفخ بفعل استيرويد لكن رغم ذلك تبقى متفائلة وترحب بالآلة الجديدة القناع الحالي يغلف الوجه كقناع رياضة المبارزة بالسيف وهو مثبت بالسرير لذا لم تحرك أثناء العلاج بالأشعة لكنه يثير الشعور بالاختناق الآلة تعمل بسرعة وفي بعض الأحيان يحدد الطبيب ويعالج الخلايا السرطانية بأقل من 15 دقيقة وبحسب العلماء بإمكان هذه الآلة التي يبلغ ثمنها ثلاثة ملايين يورو ليس فقط علاج دورم الدماء بل أيضا أمراض سرطانية أخرى اشتركوا في القناة